ترجمة نانسي قنقر خلق وحش في الفترة من الثاني والعشرين حتى الرابع والعشرين من فبراير الحالي والتي وجه سموه بتخصيص ريعها لدعم مرضى السلطان والتي تأتي ضمن مبادرات سموه الداعمة للمجالين الإنساني والرياضي ويخوض سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تدريباته في الألعاب الرئيسية للبطولة للوصول للجاهزية المثالية قبل انطلاق منافسات البطولة وقد أكد سموه أن مشاركته في البطولة تأتي تحفيزا للشباب البحريني لخوض هذه التجربة وإظهار قدراتهم الفنية والجسمية مشيرا سموه لأنه حريص على دعم الطاقات الشابة من أجل وصولها إلى أعلى المستويات خصوصا أن المنافسة لن تكون سهلة في البطولة وقد أشاد سموه بالمشاركة الواسعة من قبل الشباب البحريني في هذه البطولة التي تقام لأول مرة ما سيحقق التطلعات التي رسمها سموه من خلال إقامة هذه البطولة عبر تشجيع الشباب على ممارسة مختلف أنواع الرياضات والذي سيسهم في ظهور مواهب رياضية جديدة قادرة على خدمة الرياضة البحرينية وبينا سموه المشاركة الواسعة في البطولة من الشباب وأصحاب القدرات العالية تدفعه لمزيد من الطموح والتحدي لخوض البطولة وسيجعل المنافسات أكثر إثارة وندية كما أشاد سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة العليا للبطولة